بسم الله الرحمن الرحيم أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس القمة العربية الثالثة والثلاثين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أصحاب المعالي والسعادة اسمحوا لي في البداية نتقدم بخالص الامتنان لمملكة البحرين الشقيقة بقيادة أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده صاحب السمو والملكي الأمير سلمان بن حمد على الاستضافة الكريمة لهذه القمة وحسن التنظيم والوفادة كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو والملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما بذلوه من جهد خلال رئاسة المملكة للدورة الماضية ومساعيهم المثمرة في توحيد الكلمة والموقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتعزيز العمل العربي المشترك في مرحلة عصيبة من تاريخ أمتنا كما أشيري بجهود الأمير العام للجامعة العربية وكل العاملين معه على تعزيز العمل المشترك والفاعل في هذه المرحلة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب المعالي والسعادة تنعقد هذه القمة في ظروف عربية بالغة التعقيد مع استمرار الحرب الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي الغاشل للشهر السابع على الشعب الفلسطيني المقاوم والصابر الذي يترقب من هذا الاجتماع قرارات شجاعة لإنهاء معاناته وتحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وتقدد الجمهورية اليمنية من هذا المنبر التأكيد على موقفها التاريخي الثابت والمبدئ إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته التي ما تزال وستبقى هي القضية المركزية الأولى للشعب اليمني حتى في ظل ظروف الحرب القاهرة التي فرضتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على الشعب اليمني بدعم من النظام الإيراني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لقد أكدت هذه المحنة أن التضامن العربي والدبلوماسية الفعالة هي خيار مثالي لمواجهة قوى الاحتلال والاستبداد والعنصرية التي تلجأ إلى العنف المفرط هروبا من مواجهة الحقيقة كلما لاحت في الأفق أي فرص للسلام العادل والشام للقضية الفلسطينية وهو ما تجلى من خلال جهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي أثمرت تضامناً دولياً غير مسبوق إلى جانب الشعب الفلسطيني بما في ذلك القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أقر بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية وإنه لمن دواعي الارتياح أن يستمر هذا الجهد الدبلوماسي الجماعي العربي في مختلف المحافل جنباً إلى جنب مع المساعي الحميدة للأشقاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر لاحتواء وحشية العدوان الإسرائيلي على أمل أن تقود هذه الوساطة المقدرة إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار والتخفيف من هول المأساة وهنا أعود للتذكير بأهمية التفريق جيداً بين هذه المواقف وجهود المؤازرة الرسمية المسؤولة التي تهدف إلى إيجاد حلول حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني وبين محاولات القفز الانتهازي على المحنة بغية تحقيق مكاسب سياسية والسعية في المنطقة والدعاء بطولات وهمية لم تسهم في شيء سوى الإضرار بمصالح واقتصاديات شعوبنا وأمنها القوم وتشتيت الاهتمام الدولي بعيداً عن جحيم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إن الحرب اليمنية التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني في بلادنا قبل عشر سنوات ستبقى من أكبر التحديات للبلدان العربية ومصالح شعوبها ذلك أن المخاطر المرتبطة بممارسات تلك الميليشيات لن تنتهي بتهديد أمن الملاحة الدولية وحرية التجارة العالمية بل من شأنها أزعزعت أمن واستقرار المنطقة وإفشال أي فرصة لتنمية بلداننا وتبادل المنافع ونشر المعرفة بين شعوبها كما تأمل مقررات هذه القمة إنني على إدراك كامل بالمحاذير التي يطرحها البعض بشأن عدم انتقاد أي فعل موجه ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لكنني أتحدث هنا عن جماعة مارقة من قومنا لا تملك من الرصيد الأخلاق ما يؤهلها للدفاع عن القضايا العادلة وهي التي تسببت بمقتل أكثر من نصف مليون شخص من أبناء شعبنا اليمني وتشريد أكثر من أبع ملايين آخرين وحاصرت المدن وصادرت الممتلكات وفجرت المئات من دور العبادة والمنازل وأغرقت البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وهي اليوم تواصل الهروب من استحقاق السلام ودفع رواتب الموظفين إلى خيال الحرب والتباهي باستهداف المنجهات النفطية وخطوط الملاحة الدولية التي أضرت بالقضية الفلسطينية وحولتها إلى مصدر تهديد للمنطقة والعالم وهي القضية التي كانت وستظل أساساً للحل وقصة كفاح ملهمة من أجل الحرية والسلام ومع كل ذلك فإننا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة نثمن الجهود الإقليمية والدولية للتسوية للوصول إلى حل شامل للقضية اليمنية بالاعتماد على المرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخريات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية وخصوصاً القرار 226 وعند الحديث عن مخاطر غياب العمل الجماعي المشترك يكفي أن نتعلم من الحالة اليمنية كيف يمكن لميليشيات إرهابية أن تلحق ضرراً بالغاً بالمنطقة والعالم بأسره عندما يترك بلد عربي واحد أرضة لتدخلات المعادية للأمة وهويتها ودولها الوطنية ولهذا وجب التنبيه من إخضاع قضايان المصيرية لحسابات آنية مع استمرار تلك التدخلات في شؤوننا الداخلية لأن الخطر يمكن أن نداهم بلداننا واحداً تلو الأخرى وانطلاقاً من هذه التجربة فليس أمامنا من خيار لمجابهة تحدياتنا المشتركة إلا بالتصدي لمشروع استهداف الدولة الوطنية في المنطقة العربية وردع التدخلات الإيرانية في شؤوننا الداخلية عبر ميليشياتها العميلة كما يتطلب الوضع مضاعفة التنسيق لمكافحة التطرف والإرهاب وإنهاء الخلافات البينية والحروب والانقسامات الداخلية والاستثمار في مواردنا الكامنة للحد من البطالة والأمية وتحسين فرص العيش وتشارك خيرات التنمية والمعرفة والتقنيات الحديثة في الختام إننا على ثقة بأن تكون هذه قمة الحكمة برئاسة أخي جلالة الملك حمد بن عيسى لتمثل تحولا مهما في مسار العمل العربي المشترك مستلهمين من هذا البلد العزيز إدارته الحكيمة للتحديات ونجاحه الفريد في تحصين جبهته الداخلية والدفاع عن هويته الوطنية العربية كمثال يحتذا شكرا لكم